بفرصة بتلاقيه برة 18 او بيبقى بعيد لان دي مسئولية كمان عايز اتكلم في نقطة مهمة النهاردة وقتها اللي بيلعب في النادي الاهلي وده بشكل عام بدون ما ادخل في تفاصيل كتير اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى المكان اللي بيعط فيه المكان اللي بيأكل فيه حتى على مستوى الاصدقاء نوعية الاصدقاء لان لما بتلعب في النادي الاهلي وقت لعب الكورة وقت مش كبير المهنة الوحيدة اللي عند السن معين بينتهي مشوار كبير بقى من العطاء من البطولات للعب اللي بتركز خصوصا فمن هنا دي نصيحة للجميع او للبعض اللي انا لازم وانا متحمل فاملة النادي الاهلي قبل ما نبقى داخل المستطيل الاخضر افكر مين اصدقائي المكان اللي بروح قاعد فيه المكان اللي هو بيخليني في الامج بتاع النادي الاهلي والجماهير بتعشكه والجماهير بتسنده والجماهير بتخاف عليه قبل اي حد واللي مش هيمسك في الفرصة وحيواجه صعوبات كبيرة جدا واللعب في النادي الاهلي يصدقوني مختلف الاهلي غير الاهلي نظام الاهلي اندباط الاهلي بطولات الاهلي بتصنع تاريخ لناديك وإيه لإسمك فمن هنا لازم كل واحد يمسك في الفرصة خصوصا اللي انا بقول دايما الجملة دي الاهلي دا نعمة كبيرة لازم تحافظ عن نعمة دي لغاية اكبر وقت لان تخرج من النادي الاهلي بتروح بقى في اي حد تانية بتعاني هي دي الحقيقة فمن هنا لازم النصيحة دي لكل يسمع بيها والنصيحة دي كلنا عشناها كلنا عشناها وعارفين بنقولي كويس جدا فمن هنا عليك اللي انت تركز تقاتل عشان تاخد مكان جوه الفريق تقاتل منافسة مثلا احمد فتحي وطبعا فينا مازج كتير جدا اللاعب زي احمد فتحي قلب الاسد رجولة في الاداء جدعانة اخلاص جوه الملعب فيه روح حتى لما يبقى في المبارات مش كل المبارات احمد فتحي كويس في بعض المبارات ممكن يبقى فيه هبوط في المستوى لكن تلاقيه حتى في المبارات اللي كده في الكوهر المشتركة تلاقيه راجل جدا تلاقيه رايح وجايب منتهى الرجولة والكوهر ما يحسسكش اللي هو اداءه الفني فيه هبوط والشاطر اللي قعد احمد فتحي على سبيل المثال انا بدي بتكلم على كل المراكز بس اللاعب الجدع اللي بتحمل الفني الاتنين قعد احمد فتحي لو تعرف وتبقى مستوىك اكتر منه او تقاتل اكتر منه جوه الملعب المدير الفني هيبقى حابب ده وعمره مش هيحطك في التشكيل ده المهم انا بتكلم نموذج بس احمد فتحي لعب مخلص لعب محدشة بتكلم عليه عمل تاريخ كبير جدا مع منتخابنا الوطني والنادي الالفة من هنا عليك اللي انت تتعلم من اللاعبة الكبيرة وبتكلم هنا على كل اللاعبين اللي لازم تحجز مكان داخل الفريق وفي الاول وفي الاخر ده بيسب لمصلحة الفريق ده كان كلامنا عن الكرة في البداية عندي بعض النقاط المهمة انتوا عارفين بقى الاجواء الساخنة بتاعت الانتخابات وانا قلت لحضراتكم قبل كده بنتابع كل حاجة وبنتفرج على كل الناس اللي بتتكلم وبنشوف وبنحاول نخلي النادي الاهلي في مكانة مختلفة انتوا شايفين الدنيا رايحة فينا وجاية منين وانا مش فاهم الواضح لما بتعمل قانون جديد والواضح اللي انت بتعمل انتخابات في كل الاندية والواضح اللي يبقى فيها اندباط ومعايير وانزام وده مش موجود على ارض الواقع بتسمع خناءات واشتيمة هنا وخناءات هنا والناس اللي بتدير او الناس الكبار ما بيحتووش وادن من تين وادن من عجين تركيز مع الاهلي فقط وهما مش قادرين يفهموا الاهلي بكابتن حسن حمدي الاهلي بالبشوانس محمود طار الاهلي بالكابتن محمود الخطيب انت مش طعف تشتغل ضد الطيار لان هنا فيه شعبية وفيه جماهيرية فيه شعبية وفيه جماهيرية فاللي عيشتغل ضد الطيار هو اللي خسران لجنة اولمبية مش فاهم بتعمل ايه بتوقع تتفرج حضراتكو على الاعلام على الناس كل واحد مرشح في كل الاندية وانا انا بتكلم على كل الاندية كوارث كوارث وزعيق واخناءات ولا حد بيتكلم وفيه برامج تانية ولا كالناه شايفة حاجة الاهلي بس الاهلي بس فده انا مش فاهم وفي الاخر يكلمونا عن حيادية ويكلمونا على اندباط انا انا بشوف من وجهة نظري محتاجين قوة في القرارات محتاجين اللي احنا يبقى فيه اندباط والتعامل مع الجميع السواسية واحنا قلنا مش عايزين تقول شوية خناءات وزعيق ومش عارف ايه والكلام ده كله ولكن بصوا السحر الرياضية عاملة ازاي بصوا الوعود بتاعت الجماهير الجماهير هترجع الجماهير مش عارف ايه ولا فيه اي حاجة ولا كأنك بتتكلم وممكن اطلع لحضراتكو اكتر من تلتمية تصريح اللي الجماهير راجع على مدار الاربع سنين هو مايوتونس قامت دي سورات برد والجماهير اللي بترجع والدور يشغل بجماهير والعراق فيه الدنيا هناك بايزة والناس بتلعب بجماهير وفي كل حتة فيه جماهير هو الطبيعي عشان وقت الانتخابات عند كل الناس يا عم ده بيعتمدوا على فكرة النسيان الناس ملهية في الانتخابات مش مشكلة دلوقتي بس احنا مركزين ودي امانة الاعلام امانة واحنا عاديين امام من السيدة المشاهدين ده قضيتنا يرجع بقى بكرة بعده قضيتنا هنبدل نتكلم وده فيه ناس يعني الطبيعي اللي يبقى فيه دوري لما ناس ترجع الدوري يبقى ده انجاز يا سلام يا سلام لا امش انجاز الدوري لازم يبقى موجود لان دي مهنة واقول لحضراتكم على حاجة وكنا بنقولها ايام المنتخب ومش هتكلم وافكر نفسي بما يدين مصر في كاس الامم الافريقية فاكرين ماتش قبل النهاية وعسام الحضرة من مصاب دي ضربة الجزاء فاكرين مباراة النهاية فاكرين مباراة اللي قبل كده مصر كلها كتحالة عاملة ازاي والبعض ويتصالد الاخطاء ايه المشاريع مش عارف ايه تعمل مشروع الناس تنتقدوا تعمل مش عارف ايه الناس بقاش عاجبها حاجة فمن هنا الكورة القدم هي اللي بتجمع الناس كورة القدم عمرها ما فرقت كورة القدم بتتعامل اللي انت اللي هي صناعة كورة القدم لازم بعندي الارادة الحقيقية لعودة الجماهية لكن احنا طول ما احنا عايشين على فكرة ايه يا فندم ايه كل الامور تمام يا فندم تنزل التابور الخامس اللي بعد كده زي الفل يا فندم القرارات تمام وجميلة والناس كلها خلاص احنا في انتخابات فالناس ايه نايمش ويتمش فهم وبعد ما تخلص كل ده تروح حتى على النظام الاداري بتكلم بجد مش بهز ان مدام ميرفا تطلع للدور التالت لمدام تبعتك لمدام عفاف في الدور التاني وهكذا شغالين في النطاق ده في كل حاجة لازم نتحرر من ده يا جماعة بعد الثورة في تكرو الشباب كان بينزل الشارع وينضف شوارع مصر وكان بيتعمل مبادرات وتدخل كده الواحد كان فخور وللأمانة والله نزلت معاهم متذكر في شرع مصطفى النحاس في مدينة نصف كان الناس خلاص اخذت قرار اللي عايز ينضف ننزل ننضف دي بلدنا وده شارعنا اللي احنا عايشين فيه استغلينا ده لا المسؤول تقول لما تكلم حد او اي حد عايز حاجة يروح ييجي يقول لك جملة شهيرة يا جماعة انا طالب من سيادة رئيس الجمهورية كذا والحطة الفنينية مفيش كده مش كل حاجة الحملة على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اوكي فيه سياسات الوزير بييجي عشان يخطط انا مش عابد عندنا هتكلم في الكورة الناس دي مكانها المدرك وجماهير الاهلي اللي كانت في كل مبارات مكانها المدرك وجماهير الزمالك مكانها المدرك وجماهير الاسماعيلي مكانها المدرك وكل الاندية الجماهيرية مكانها المدرد وجماهير الاتحاد لكن انا مش متفاق حضراتكم استمعتوا في احد البرامج اللي هي تمام يا فندم استمعتوا كم مرة للجماهير رجعة وده خلاص عملنا الية جديدة عملنا الية وشكلنا لجنة والشفافية والحيادية جمل زهقنا منها على مدار 30-40 سنة 30-40 سنة نفس النمط اللي بيبقى نمبر ون رقم واحد في كل حاجة هي بيبقى مبدع في قراراته مبدع في تفكيره مبدع في تخطيطه مبدع في كل حاجة لكن مفيش خلص وعود 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 ثلاث سنين مفيش يا جماعة المدرجات كده شكلها افضل انا عايز اقول لكم مباراة الاسماعيلي والاهلي الاخيرة لا تتخيلوا اللي انا هقوله ده انا مسئول منه 15 دخلوا من الاسماعيلي و15 من الاهلي ايه الرسالة البرة مش فيه عندنا امور تيجي تسأل اي مسئول عندنا يا جماعة ظروف استثنائية وبنمر ظروف استثنائية ايه شوف منتخب الشباب انا اسف شوف المؤتمر الشباب الاخير ومن كل شباب العالم موجود عشان مصر امنة مصر بتبني ومصر بتكبر ومصر بتطور مصر بتبني ومصر بتطور هو ده اللي كلنا شايفينه انتوا فاهمين يعني يا جماعة نعمل ثورتين في عدد سنين بتتعدى على صعوبة على اليد يعني عشان تقوم ما الدنيا كتوقف خالص برصة قفلت على مش عارف بتخافتين تنزل ولادك الشارع وكل ده عشناه مع بعض فين فلازم انا اما اتحط في موقع المسئولية ابقى مبدع وسريع في قراراتي وسريع في كل حاجة سريع في عود الجماهير سريع في البنية التحتية فيها ايه اخطاء سريع في الانتخابات سريع في الحساب سريع في كل حاجة الرتمك يبقى سريع لكن صحفاء بالراحة طيب وبيعتمدوا على الاعلام الموالي تلاقي معمول لك لجنة في وزارة ومعمول لك لجنة في لجنة اولمبية عشان دول الرجال اللي بيحموا القرارات الغبية والقرارات البطيئة صدقوني واعلام يتخانق انت بتدخل عند مين الوزير بيدخل عند مين اكتر واللجنة الولمبية بيدخل عند مين اكتر حزبوا قولوا ده غلط القرار ده كان بطيء القرار ده المفروض يبقى اسرع من كده فين عودة الجماهير ما تخافوش السبوبة هتفضل موجودة والاعلام هيفضل موجود وهيزيد العدد كمان ايه المشكلة لكن مش كده اربع سنين ولا بنكلم داخلنا على خمس سنة تروح الدور الاول يقولك الجماهير راجع يجي الدور التاني يقولك لا لا خلاص الدور التاني حيبتدي الجماهير وبعد كده يتجي السنة اللي بعدها يقولك لا ده هنبتدي السيزون بجماهير موجودة ده خمس تلاف ولقنا قلية جديدة الانديا الجماهيرية ما تبقاش خمس تلاف بس وفريق واحد في بعض المبارات هو ده الحل الحل مش مراجز الشباب بس بالمناسبة وانا بتكلم بمنتهى الامانة وبعشق الرياضة في البلد دي وده ما كان الطبيعي اللي بنبقى في كاس العالم احنا تأخرنا قوي كان لازم من بادري والجملة المهمة اللي لازم كلكم تعرفوها عشان تتأكدوا الاعلام امانة احنا وصلنا ثلاثة كاس امم عملنا ايه بعد كده عملنا الاعجاز في كرة القدم ما وصلناش ثلاث سنين بعدها بعدما الطبيعي بالتخطيط تروح كاس عالم بعد ثلاثة كاس امم 2006-2008-2010 عملنا ايه كنا بنعاني وبنخرج من افريقيا الوسطى عشان ما بيش تخطيط بنفرح ونبتدي نقطع في بعض ونموت في بعض بعدها نعمل ماتش ودي نجيب فرقة ما عاشت شرتات جاء المهندسان يا بوريد راح كاس عالم وكوبر بالطريقة اللي مش عاجبانا اللي مش عاجب البعض راح كاس عالم مش عاجبنا وعايزين نمشي اتحاد الكور وعايزين نعمل انتخابات ما هي دي اللي احنا شاءوا بعدين فكرة النهاردة لجنة أولومبية حبيبتي ودلعها وهاشتكها تاني يوم لا الاهلي كان عنده حق عرضتلكوا الكلام ده كله ده بقى الاهلي كان عنده اول ما تختلف تسمعه الحقاية وحورت من تحت الترابيزة وامور كتير وفي اليومين اللي فاتوا قاعدة مع الوزير مش هقول حصل فيها ايه اللي يشتغل في النور ده افضل حاجة عشان كده طول الوقت بتتكلم حضراتكم بدون اي خوف البعض يبعت لنا راح ما هو خلاص ما فيش بالراحة بالراحة ايه ناس تكلمك عن قيم ومبادئ وبتعملش بيها ناس تكلمك عن اندباط وتلاقيها والناس بتتخانق ناس تكلمك عن هدوء وعن ملا تصرخ ناس تكلمك عن نظام وهي مش مرتبة ناس تكلمك عن موعيد وهي بتتأخر والله ده اللي موجود ده اللي انا شايفه من وجهة نظر فمن هنا هتكلم في بعض النقاط المهمة اللي لازم المسئولين يبقوا على قدر المسئولية مش كل حاجة الناس تلجأ لسيدة رئيس الجمهورية عنده بشوف بعد ثورتين لازم اللي يجي يبقى نشيد سريع نشيد بجد مش جملة بتتقال في الصحف ومنشتات لأي حد موالي لصحب القرار ما دول كتير وما بيزهقوش وبيعودوا على كل المواقب والله دي الحقيقة